القرارات الجديدة بقانون صدرت حابين نعرف المستمعين عليها وكيف تأثر على المواطن الفلسطيني؟ بداية هناك صدر عدد من القرارات بقانون في العدد الرسمي في الوقائع الفلسطينية الجريدة الرسمية بمعنى أنه يعتبر قانون وطني في العدد 191 هاي القرارات خطيرة ولكن للأسف لا يتم الالتفات إلها أول قرار متعلق بالقضاء الشرعي القضاء الشرعي جعل من صلاحيته وضع الأنظمة والقوانين واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القرار بقانون ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون هاي الأنظمة والقرارات وغيرها وغيرها ويعمل بها والمحاكم الشرعية تضع الأنظمة واللوائح والتعليمات حول القرارات والأحكام الشرعية طب شو المشكلة أنت عنها؟ هون في مشكلة أنه هاد يتم داخل المحاكم الشرعية تطبيق اتفاقية السيداو تحت مسميات غير سيداو اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة يتم تمريرها داخل المحاكم الشرعية طبعا هم ما بيكتفوا بذلك هم بيريدوا أن يلغوا المحاكم الشرعية ويعملوا محاكم أسرة من خلال تنفيذ وتطبيق قرار بقانون هدم المأسرة المسمى حماية الأسرة الذي يمرر بند منه أمام الضغط الشعبي واحتجاجات الناس يمرر بنود منه على صيغة تعميم على صيغة قرار بقانون على صيغة تطبيق اتفاقيات دولية يعني هم بيحوطوا الأمر من جميع الجوانب حتى يتم تتويج إما إصداره رسمة وحدي أو بيصدروا بند بند بحيذ يتم تمريره وسبق لي أنعنا من هذه الإطاعة تكلمت يعني من هويتك ألغو مسلم أو غير مسلم هذا برضو من سيداو تم طلب تغيير مناهج دراسية ومحتوياتها برضو من سيداو جميع الجوانب